موسيقى 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 مرحبا معكم ديم ابو حطب من فريق اي تيم ان شاء الله هنشرح اليوم موضوع الكمبوزيشن اللي هو التركيب يعني تركيب الاخترانات كيف بركب الاخترانات كيف بكون عندي الشكل بالاول F بعده جيل X بمسك كل X في الاقتران تبع F بحط مكانها G L X كل F جوه اختران L X كل X جوه L F بحط مكانها G L X وبنتج عندي H L X لو كانت بالعكس G بعد F كل X جوه G بحط مكانها F L X وبنتج عندي L L X كيف بدي اعرف دومان الجي بعد X او دومان الجي بعد F او F بعد G دومان F دومان F بعد G الها قانون اللي هو دومان الثاني اللي هو G تقاطع دومان الجواب اللي هو H L X دومان الثاني تقاطع دومان الجواب لو كانت عندي دومان G بعد F دومان F الـ X تقاطع دومان L الـ X دومان الثاني تقاطع دومان الجواب رح توضح ان شاء الله السمع على سئلة Find the natural دومان F F بعد F For اعطاني Functional اللي هو G الـ X 1 على X و F الـ X جذر X ناقص 1 1 بدنا نحلها نشوفها كيف دا اركب الاخترانات عشان اطلع الدومان G بعد F يعني G جواتها F L X بمسك كل X جوه G وبحط مكانها F L X يعني بتصفي 1 على هاي اول X اللي هي جذر X ناقص 1 مسكنا X اللي جوه G حطينا مكانها F X نتج عندي هاد الاقتران كيف بدي اعمل الدومان تبعها اولي شي دومان التاني اللي هو دومان F وين F ايها جذر X ناقص 1 كيف بطلع الدومان بساوي ما داخل الجذر بالصفر X تساوي 1 اخط الاعداد 1 نفس عكس يعني الدومان تبعي من 1 لانفينتي حسا دومان high حكينا لما يكون عندي كسر دومان البص تقاطع دومان المقام عدى اصفار المقام دومان البص X R تقاطع دومان المقام هاينا طلعنا من 1 لانفينتي عدى اصفار المقام اللي هو 1 يعني بتصفي من 1 مفتوحة لانه انا استثنناها لانها صفر مقام من 1 لانفينتي بدنا نشوف اشا التقاطع بين من 1 لانفينتي من 1 لانفينتي التقاطع عن المنطقة المشتركة اللي هي بتصفي هاي بس هسا المشكلة الواحد داخلي ولا مش داخلة لا مش داخلة بما انها مستثنية من هاي يعني رح تكون مستثنية من الكل بصفي من واحد لانفينتي نشوف كمان مثال اه 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 تساوي واحد على تلاتة اكس زائد واحد و جي اكس تساوي تنين على اكس تربع احنا كنا طالبين جي بعد اف تساوي هاي الجي الاكس تنين على اكس تربية ما كان اكس تربية ايش بدي احط بدي احط هاي كاملة فواحد على تلاتة اكس زائد واحد كلها تربية يعني ومقام تنين على واحد على تلاتة اكس زائد واحد كله تربية مقام المقام بسط صفي تنين ضرب تلاتة اكس زائد واحد كلها تربية عشان نعرف الدمان هو دمان دمان التاني اللي هو اف وانا اف هايها الدمان تبح طلع دمان اف بالاول دمان البسط ار تقاطع دمان المقام تلاتة اكس زائد واحد كثير حدود برضو الدمان تبعه ار عدى اصفار المقام كيف ننطلع اصفار المقام تلاتة اكس زائد واحد تساوي صفر يعني اكس تساوي سالب واحد على تلاتة عدى سالب واحد على تلاتة هاي دمان الاف دمان الناتج كثير حدود يعني دمان ار فبصف بالاخر دمان ج بعد اف تساوي هاي حكينا ار عدى سالب واحد على تلاتة عدى ار عدى سالب واحد على تلاتة تقاطع ار يعني ار عدى سالب واحد على تلاتة كيف ننحلها يعني اف بعد اف هي عبارة عن ايش لل اكس هي عبارة عن اف جواتها اف ال اكس يعني اعتبر انه اف ال اكس اقتران تاني بصدق احط جوة اف ال اكس يعني كل اكس هون بدي احط مكانها هاي كاملة يعني بتصفي الان جواتها الان ال اكس تمام هسه بنشوف دمان التاني تقاطع دمان الناتج دمان التاني دمان الان من صفر لانفينيتي والصفر عندها ايش مفتوحة دمان التاني تقاطع دمان الجواب الجواب كيف ننطلع الدمان تبعه حكينا لن لن الاكس يعني انه هاي لازم تكون كلها لن الاكس اكبر من صفر يعني اللي جوا اللن لازم يكون اكبر من صفر طيب حكينا متى متى بعطيني الناتج بيكون صفر الناتج تبعا اللن بيكون صفر لما الاكس يكون مكانها واحد يعني الدمان تبعي من واحد لانفينيتي حس الواحد مغلقة ولا مفتوحة لازم نعملها مفتوحة لانها لو اعطتني لان الواحد كم حيكون الناتج صفر تصير لان الصفر ممنوعة فدمان الجواب من واحد لانفينيتي يعني من صفر لانفينيتي تقاطع من واحد لانفينيتي صف معي الدمان من واحد لانفينيتي لانو نرسم على خط الاعداد هاي واحد لانفينيتي هاي صفر لانفينيتي وان منطقة المشتركة من هنا لانفينيتي طبعا الواحد تكون من عندها مفتوحة ويعطيكم الف عافية